اشتركوا في القناة بابتداء الجي ثاني بعنوان المخدرات طيب يعيش مجتمعنا في السنوات الاخيرة ظاهرة تفشت تفشت بمعنى انتشرت تفشت وسط الشباب ألا وهي ظاهرة تعاطي المخدرات بنوعيها كان مخدرات صلبة مخدرات سائلة بنوعيها الصلبة والسائلة وما كانت هذه الظاهرة أن تتسع لولا بروز بعض المشاكل الاجتماعية معنى المشاكل الاجتماعية سبب لهذه الظاهرة لولا بروز بعض المشاكل الاجتماعية في بلادنا فقد أصبح الرسوب المدرسي الرسوب والخفقان أو عدم النجاح رسابة أي أخفق بمعنى لم ينجح فقد أصبح الرسوب المدرسي والمشاكل العائلية كالطلاق والحرمان والبطالة وانحراف الشباب عن جادة الصواب إضافة إلى رفاق السوء من الأسباب المباشرة عن استفحال هذه الظاهرة إن المتسببين في ترويج هذه السموم بدون شك مجرمون لا يهمهم سوى ملء جيوبهم بأموال الحرام والفساد ولمحاربة هذه الظاهرة يجب القيام بحملات تحسيسية وتوعوية ونشر دور الرعاية والثقافة والرياضة والتسلية كي لا يبقى هؤلاء عرضة للإنحراف والرذيلة والضرب بيد من حديد على أولئك الذين يرجون لهذه السموم أو أولئك الذين يروجون لهذه السموم طيب ولكن تبقى هذه المجهودات ناقصة ما لم تساهم الأسرة الجزائرية في رعاية أبنائها وتربيتهم على السلوك السديد بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر